السلام عليكم مشاهدين العزاء أين باكنتم؟ أهلا بمحبي ومتابعي منصتنا مباشر 24 في هذا البس المباشر والحي من استوديوهاتنا في مباشر 24 وما زلنا في تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا والعديد من البلدان بعد ذلك هذه الهزات الارتدادية لا تزال تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي مستمرة فقد شهدت عدة سدود في تركيا تشققات وتصدعات كبيرة في أجسامها فما الذي يحدث؟ سد ملاطية البداية كانت بمقطع فيديو نشرته وسائل إعلام يظهر وجود تشققات كبيرة في جسم سد سلطان سويو في مدينة ملاطية ما تسبب في حالة من القلق في المنطقة وبعد انتشار الفيديو قال حاكم ملاطية إنه سيتم إفراغ سد سلطان سويو بشكل تدريجي كإجراء احترازي ودع المواطنين الحزر مؤكدا أنه لا توجد مشكلة بالنسبة للسدود الأخرى الأمر لم يتوقف عند سد سلطان سويو في مدينة ملاطية فقد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية إجراء غير مسبوق الإجراء الذي اتخذته السلطات التركية بفتح سد أتاتورك الذي يخزن 48 مليار متر 48 مليار متر مكعب من نهر الفرات تخوفا من انهياره بفعل الهزات الزلزالية الارتدادية التي تشهدها تركيا حاليا قرار عاجل من أردغان وبحسب ما ذكره وزير الزراعة التركية وحيد كريتشيتشي فقد أمر الرئيس التركي رجل طيب أردغان بتشكيل لجنة خبراء فورية لبحث السدود والوقوف على أسباب التشققات والتصدعات التي ضربتها مخاوف بعد قرار الحكومة التركية بفتح السدود وتشكيل لجان متخصصة لفحص كل منها على حدا في أسرع وقت ممكن باتت المخاوف من تضفق المياه الحبيسة إلى زاخو في محافظة دهوك العراقية ويرى البعض هنا أن الارتفاع الكبير في متسوب المياه المتضفقة من تركيا قد يؤثر بشكل كبير على السدود في العراق ويرى العديد من الخبراء أن الحال في سوريا ليس بأفضل من تركيا فقد أشار التقارير إلى انهيار سد التلول في إدلب كما شهد سد ميدانكي في عفرين تصدعات كبيرة وتشققات في جسمه ما ينظر بكارثة جديدة تنتظر سوريا وحذر خبراء هنا من أن انهيار واحد أو أكثر من السدود العملاقة في تركيا من شأنه إحداث ضمار بمناطق شرق سوريا وغرب العراق وأن الجدار المائي الطوفني قد يجرف مدنا وقرى كاملة يبلغ عدد السدود التركية 579 سدا يتجاوز مخزونها 650 مليار متر مكعب من المياه ويعد سد أتا تركيا وكيبان الأكبر في البلاد وابقا للخبراء فإن السدود التركية وإن لم تكن السبب المباشر في الزلزال فإنها ساهمت في زيادة قوته لدرجة أصبح معها مدميرا حيث تقع هذه السدود في مناطق نشاط زلزالي خطير ونشط واعتبر الخبراء هنا أن هذه السدود تؤثر على القشرة الأرضية وباطنها حيث تتسرب المياه من خلال الشقوق إلى داخل الأرض فتنزل إلى الأحواض الجوفية وتؤدي إلى عملية تمدد أو توسع في الكسور الموجودة في الأحواض وانزلاقها في ختم هذا البس المباشر والحي تقبلوا تحياتي أنا وفريق العمل القائم معي في منصتنا مباشر 24 وأعود ألقاكم في بس المباشر آخر إلى اللقاء